اشتركوا في القناة وحاولوا في الأسئلة كتكملوا الأسئلة شوفوا الإجابة النموذجية مع أستاذ أنتعكم للأمانة هذا الفيديو مهدى للطالب المتميز بحاش فوز لمجاش الحصة التضخيم وبالطبع كذلك لبن حليماء إسلام وبالطبع هذا الفيديو مهدى للجميع التلاميذ اللي يقرأوا عندي بهم تزعفونش مني هيا جمعا نبدأ في حل هذا التمر هيا جمعا نبدأ في أول سؤال سؤال أول ماذا قال لكم قال لكم وظيفة الطابق F1 إذا كما كم تلاحظوا طابق F1 فيه مذخم عملي بنا عرف وظيفة مذخم عملي لازمنا احتمالات احتمال أول لازم نسأل رحي سؤال هذا التركيب هل هو مذخم أو مقام كيف نجاوب على هذا السؤال نجاوب عليه بكل بساطة كما كم تلاحظوا بما أن هذا التركيب في المذخم يحتوي على مقاومة راجعة اللي خدمته لكم بلون الأصفر وشمعتها مقاومة راجعة هي مقاومة مربوطة بالمخرج وتعاود ترجع للمدخل على هذي يسموها FIDBAC مقاومة راجعة ولا يسموها تغذية راجعة من هالي تلقى تغذية راجعة إذن هذا التركيب وش وظيفة نتاعه في المنهاج تاعكم وظيفته تضخم إذن هذا نسميوه مذخم من بعدها كي عرفت بليراه مذخم زيت سأل سؤال آخر وش يونع هذا المذخم فالمذخمة كين ينسوش كين مذخم اللي هو مذخم العاكس وكين مذخم غير عاكس سؤال مطروح كيف نعرف نوع هل هذا مذخم عاكس أم غير عاكس طريقة بسيطة جدا وش نديره في هذه الحالة نشوفوا الإشارة الموراد تضخمها اللي يعني يصبتها لكم بلون الأخضاء شفتوا هذا لون الأخضاء باش مربوط مربوط بالقطب الزيت إذن V1 لإشارة موراد تضخمها مربوطة في القطب غير عاكس إذن في هذه الحالة وش نسميه هذا المذخم نسميه مذخم غير عاكس إذن لو كان أعطاننا إشارة هذه V1 موراد تضخمه مربوطة في القطب الناقص وش نسميه مذخم عاكس وكما كم تلاحظوا مذخم القطب غير عاكس مضبوط بالإشارة موضات تضخمها والقطب الناقص مربوط بالجين دي مع أنتها راهم ديزاك تيفي إذن هذا التركيب وش وظيفته عبارة عن مذخم غير عاكس شمعتها مذخم غير عاكس النوبة الموجامة يضخمها ويحافظ على الإيتيجاه يعني ما يعكسها إذن عرفنا هذا التركيب وش نسميه شمعة هذا التركيب بسير جدا إذن جاوبوا على سؤال أول ما اسم طابق F1 وما هي وظيفته بالطبع طابق F1 هو مذخم غير عاكس وظيفته تضخيم توتر أي تضخيم V1 إلى V2 أكتب عبارة V2 معندها V2 هو المخرج توتر المخرج بدلالة A4 و A3 و V1 و V1 هو توتر المدخل طريقة بسيطة جدا عندكم واحد القانون مساوات لثالث مقادر تحفظوها إذن وش المساوات شي قولك A5 وش معتها A5 معامل تضخيم التوتر أو الجهد وش يساوي يساوي جهد الخروج على جهد الدخول كما نحن جهد الخروج وش هو المخرج V2 و الجهد المدخل هو V1 وش يساوي يساوي مجموعة المقاومات الفرع في هذا التركيب هذا A4 زي A3 على وش على المجموعة المقاومة غير راجعة لاحظنا بالأربعة هي مربوطة بالمخرج وتعود تترجع المدخل معتها مقاومة راجعة إذن A3 يسمي مقاومة غير راجعة إذن جهد المخرج V30 جماعة V30 وش هو يكون يعبر عليه يعبر عليه V2 على وش على V3 V1 إذن جهد المخرج على جهد المدخل إذن هو V2 على V1 وش يساوي يساوي مجموعة المقاومتين تاع الفرع هذا اللي هما A4 و A3 على التسلسل لماذا على التسلسل لأنه تيارك يمشي يجمع يمشي بهذا الشكل يمشي يروح A4 كيوصل النقطة هذي ما يروح القطب النقص لأنه المقارن يحتوي على المقاومة أول ملا نهاية كبيرة جدا إذن تيارك يروح لل R3 و بعد يروح GND وش تصبح تصبح R3 و R4 مقاومتين على التسلسل إذن مجموعة مقاومة A3 Z4 على مقاومة غير راجعة اللي هي R3 فالسؤال أجل لك أكتب لي V2 دلالة A4 و R3 و V1 إذن V2 ماذا يساوي كيوصل إذن V2 وش يساوي يساوي هذا القوس R3 Z4 على A3 يكون في واش في V1 وهذا سؤال يطرح كثيرا نجمع لهذه ركزوا على هذا سؤال سواء في المضخم العاكس ولا مضخم غير عكس هذا سؤال 2 رحوا السؤال ثلاث سؤال ثلاث من نفس الطريقة خرجوا AV AV معامل تضخيم التوتر وش يساوي V2 على V1 مدام أنه معادل قيمة V2 و V1 نحسبها بدلة المقاومة إذن مجموعة المقاومتين A3 زياد A4 على R3 وإذن بما أنه قلنا R3 تساوي A4 نكتبهم بدلة R3 إذن وش يساوي يساوي 2 R3 على R3 R3 نختازلوها مع A3 إذن AV معامل تضخيم التوتر وش يساوي 2 وش معناتها معانتها النوبة الموجبة هذه V1 كتمدها المخرج هذا يضعف ها بمقدارين معانتها تولي F2 هذا بنسبة سؤال رقم 3 جماعة اللي عندوا مشكل في المضخيمات سواء المضخم العاكس ولا مضخم غير عاكس ولا مضخم عملي يعمل عمال مقارن يتفرج الفيديو الحصة رقم عشرة اللي فيها مضخم العاكس والحصة رقم مضخم غير عاكس والحصة 12 مقارن وفيها حصة 13 تمارين حول المقارن بالتوفيق للجميع إن شاء الله هيا جماعة ونكملوا باقي الأسئلة رحوا سؤال رقم ربعة سؤال رقم ربعة طلب مننا اسم طابق F2 وطلب مننا وظيفة هذا الطابق كما شفنا جماعة الزناف سؤال رقم واحد فطابق F1 وش سميناه سميناه مضخم غير عكس وش معنها مضخم غير عكس وظيفة تضخيم التوتر أو جهد فقط كما كين مضخمات الجهد والتوتر كين مضخمات أخرى وش يسميوها مضخمات القدرة وليسميوها مضخمات الاستطاعة كما هذا اللي اعطيتونكم وش نسميوه مضخم سمف B وش وظيفة تعود وظيفة تضخيم الاستطاعة وذلك عن طريق تضخيم التيار عن طريق المعادلة اللي تعرفوها كامل EC وش يسوي بطا في E-B هيا جمعنا فهمهم له وان شاء الله ستفهموه بالتفصيل كما كم تلاحظوا هذا المضخم سمف B وش لازم مدولو مدولو إشارة الدخول اللي هي على شكل التيار كما كما كم تلاحظوا باللي E-ON-T هذا المدخل النقطة هذه للحمراء هذا وش يسميوه تيار الدخول وش فيه فيه نوبة موجبة ونوبة سالبة سؤال مطروح في المضخم سينف بي علاها تعطونا مقاحل المقحة الأول T نوع NPN والمقحة الثانية T2 مررها أما T2 موظيفة هو مقحة PNB وظيفة تضخيم النوبات السالبة وش معنى كي يجي النوبة السالبة يمررها ويضخمها إذا جاءت النوبة الموجبة ميضخمها لأنه لم يتحقق شرط VBO أكبر من جهد العتبة في مقحة NPN أو في مقحة PNB إذن كما تلاحظون هذه إشارة دخول E-ON-T وهذه إشارة لتروح المكبر الصوت أو الحمول بصفة عامة وشو سميوها سميوها إشارة تيار الخروج جماعة زيناء هذه النوبة الموجبة كيف تروح المصدر الجهد المستمر هذا ويضخمها عن طريق القانون ECU يساوي يساوي بطا في E-B يعني تيار هذا الذي يأتي من مصدر الجهد يضخم بطا في E-B يعني E-B اللي جاية من تيار الدخول في مقدار تضخيم بطا شوهم عكفة ضخمة ضخمة مقدار بطا وبعدها تمشي بهذا الشكل هذه النوبة ويمررها المقحة P-N-B وبعدها توصل للحمول بهذا الشكل إذا لنش نقول مقحة T-1 وظيفته تضخيم النوبة الموجبة بمقدار بطا أما النوبة السالبة يضخمها المصدر الجهد الثاني اللي مستقطب عكسيا وهذه النوبة تضخم بمقدار كذلك بطا وتمشي عكس النوبة الأولى بهذا الشكل وبعدها وين تروح الحمولة كما كم تلاحظوا أنه النوبة الموجبة والنوبة السلبة في الحمولة أكبر بكثير من النوبة الموجبة والنوبة السلبة في تيار المدخل إذن وش نقول في هذا التركيب نسميه هذا التركيب مذخم ما هي وظيفته وظيفة تضخيم القدرة أو الاستطاعة وذلك عن طريق تضخيم إشارة التيار عن طريق القانون في كل مقحة إذن ماذا نقول هذا التركيب هذا التركيب مستميه تركيب تضخيم الاستطاعة بالضبط هو تضخيم التيار فقط وش يسميه كذلك هذا التركيب يسميه دفع وجذب ولا يسميه دفع وجذب لأن مقحة تيار يروح القاعدة وكأن تيار يدفع القاعدة وماذا تيار يخرج من القاعدة وكأن يجذب القاعدة إذن يسميه دفع وجذب إذن نرجع الأسئلة قد يأتي أسئلة بنسبة الموضة 5 يقول ما هو وظيفة المقحة T1 وماذا نسميه مقحة T1 هو مقحة وظيفة تضخيم النوبة السالبة أما مقاومة R2 مربوطة بالقاعدة المقحة إذن ووظيفة تحديد التيار لحماية قاعدة المقحة MbN أما مقاومة R1 ووظيفة حماية القاعدة المقحة T2 إذن تحديد التيار لحماية قاعدة T2 قاد واحد يسأل يسأل كيف يمشي التيار في المقحة PNB PNB MbN تحديد التيار لحماية قاعدة مقحة T2 أما D1 D2 نجمع نشرحه بالتفصيل هذا بالنسبة السؤال الرابعة نجاوب على السؤال الرابعة إذن ما وظيفة هذا التركيب طابق F1 اسمه مضخم SINF B صحيت أو مضخم دفع وجذب ووظيفة تضخيم الاستداع وذلك عن طريق تضخيم التيار فقط سؤال الخامسة ما اسم العنصر T1 مقحل ترانزيستور ثنائي قطبية إذن مقحل MbN وظيفة تضخيم النوبة الموجبة النوبة السالبة ما يفوته سؤال 6 ما اسم المقحل T2 وما هي وظيفته وما سنسميه بما أن السهم رايح للقاعدة هو مقحل PNB وما هو وظيفة تضخيم النوبة السالبة من النوبة الموجبة ما يفوته هذا بنسبة سؤال 6 رحوا سؤال 7 قد يجيكم هذا السؤال في الباكالوريا وشكالكم أكتب عبارة V30 بدلالة V2 جماعة نجاوبوا وذلكوا نحكوا على V2 اللي هو مضخم غير عكس جماعة نجاوبوا على هذا السؤال وش لازم في هذه الحالة لازم نعرف شكل هو V 5 5 إذن كما تلاحظ هذا معنى جهد الدخول صحي وعند نكتب العلاقة بين جهد الدخول وخروج لازم نشوف العروة العروة التي تمر على المدخل والعروة التي تمر على جهد المخرج إذا العروة تلاحظ تبدأ V وتمر على D1 ومبعد تمر على جهد العتبة تعميق T1 ومبعد تمر على V 30 ومبعد لازم نوصل GND ومبعد قانون العروة لازم الدارة مغلقة كما هنا تلاحظ الدارة مغلقة وكيف عرفت مغلقة وصلت لها لجيان هكذا جماعة بعد قانون العروة نخرج العلاقة الجهد المدخل بالجهد المخرج إذا مجموعة الجهد في دارة مغلقة يساوي صفر يعني في هذه الحالة لازم نخرج استقطاب الجهد نبدأ الاستقطاب الديود استقطاب الديود كما لاحظتم من قبل أن الجهد سيكون عكس التيار قادر يسئل تلميذ يقول يا أستاذ لماذا تطالع لماذا تنفر هابط هنا يغذي الديود VCC شوفوا التيار يمشي بهذا الشكل ويروح ال Air 2 ومعدها يمر عبر التيار يمر عبر الديود مدم التيار هابط استقطاب العناصر سيكون عكس التيار إذن استقطاب الجهد تكون طالع صحي والمقحة PMP درسنا في الحصة رقم 7 يمشي بهذا الشكل يروح فرق بين باز و امتر يكون بهذا الشكل في المقحة PMP جماعة ما تلاحظوا لدي جهد هنا جهد 1 زوج 3 4 إذن من العروة هذه التي ترى التي ترى ترى معها قرب الساعة مجموعة قانون العروات مجموعة الجهود في دارها مغلقة وش يساوي الصفر صحي الجهد اللي يمشي استقطاب مع العروة يكون مقدار موجب كما VON3 إتجاه مع العروة لها معانتها موجب V0 كما كم تلاحظوا تمشي مع العروة معانتها مقدار موجب هذه V0 جهد لعتبت عديو VBO أجمع وش كم تلاحظوا عكس الاتجاه العروة معانتها ناقص VBO ناقص V0 عكس الاتجاه يساوي صفر صحي هذا هو القانون العروات الهدف وش نحب نخرج V0 بدل VON3 إذا جهد V0 وش يساوي في هذه حالة كنت الطرف ثاني وليموجب إذا V0 وش يساوي يساوي VON3 فقط لماذا جماعة في الموضة 5 بي لازم الديود هذا الذي يضيفه لازم الجهد العتبة يساوي VBO بهالإشارة التي تخرج لتكون إشارة صافية من التشوات ومبعض تفهمها مني عليها لازم نزيد D1 بس السؤال يقول لك موظيفة D1 وD2 بما أنه هذا VBO مثلا أعطاه لك جهد العتبة 0.7 لازم الديود يختار لازم جهد العتبة يروح مع جهد العتبة تعديون وتولي الإشارة V-SOT تساوي V-ON-T إذن وش ما وظيفة مضخم السين في بي أجمع وظيفة تضخيم الإشارة تضخيم الاستطاعة عن طريق تضخيم التيار مي وش لازم ينجد إشارة الجهود للمدهل لازم تخرج نفسها في إشارة المخرج كما الميكريفون مثلا إشارة صوتي التي تضخم في المخرج يجب مكبر صوت يضخم ها من تخرج نفس الإشارة خالية من التشوهات إذن في هذه الحالة يجب إشارة المخرج دائما تسوي إشارة المدخل على هذه وش زدنا ديود 1 2 لذلك كما تلاحظوا تلاحظوا أن مضخم السين في نوبة موجبة ونوبة سالبة تحتوطر يحافظ عليهم إذن في سورتي نوبة الموجبة تروح في سورتي هي نفسها خالية من التشوهات ونوبة سالبة تروح في سورتي نفسها إذن مضخم السين في ضخم الطياب فقط أما جهد المخرج هو نفسه جهد المدخل صحيح هكذا جماعة من السؤال ما قال لك أكتب عبارة في سورتي بدلالة في 2 اللي هاي هنا يجمع إذن ماذا نقول في هذه الحالة ماذا نقول نقول باللي هذا V2 هذا الخطان الذي نصح فيه هو نفسه ماذا نتلاحظوا باللي V سورتي وش يساوي ماذا نتلاحظوا V أنتظر لأنني أعطيتها مؤطرة في هذا الإطلاع هي نفسها V2 هي نفسها الخط هذا لو كان تبعوا V2 ها شوف معايا تبعوا نتبعوا نلقوا V2 هي نفسها V أنتظر إذن ماذا يساوي V2 تع المضخمة الغير عكس هذا بالنسبة لسؤال رقم 7 يعني كي يقول لك اكتب عبارة جهد دلال الجهد دماغ ما في القانون عروت ولا قاصمة التوتى هذا بالنسبة لسؤال رقم 7 بالنسبة لسؤال رقم 8 سؤال رقم 8 ما هي وظيفة العنصرين ديود واحد دي اثنين لماذا يجب أن نزيدهم وكيف يتم اختيارهم وكيف يتم اختيارهم وكيف يتم اختيارهم وكيف يتم اختيارهم يجب أن يخبرك سؤال موظفة مقاومة ديود حاول تنحيهم وشوف ما سيصرع في التركيب وكيف يصرع شحن ديود سننحي ديود واحد وديود ثنين ونشوف ما سيصرع الإشار وبعدها نخدمه بنص الطريقة نجلبه V3 ونخدمه العروة وقادة تخدم بالعروة الثانية على المقحة PMP تنحي بهذا الشكل حسنا نحن خدمنا بالأول ثم تخدمون بالمقحة PMP إذن من بعد نرى VONTER بدلة V-SOT نرى ما سيصرع كل ناحية ومقاحة شوف معايا إذن هذا هو جهود العتبة VBO إذن مجموع الجهود في دارة مغلقة هذا ماذا يساوي الصيفة الذي يمشي مع العروة سالب V-SOT سالب هذا يساوي الصفة إذن تلاحظوا هنا V-SOT وشي يساوي جماعة V-SOT وشي يساوي يساوي V-B-U V-O-N-T-E ناقص V-B-U إذن تلاحظوا هنا تلاحظوا باللي V-SOT وليت إشارة مشوهة مش نفسها V-O-N-T-E هي V-O-N-T-E ناقص جهود العتبة المتسبب فيه جهود في هذه الحالة V-SOT وشي يساوي V-O-N-T-E ناقص جهود العتبة متسبب فيه مقحل T-U-N-T-E ناقص جهود V-SOT وشي يساوي V-O-N-T-E ناقص جهود العتبة المتسبب فيها مقحل P-N-B إذن في هذه الحالة الإشارة النورمية متخش بهذا الشكل 100 لم يخش مشوهة بهذا الشكل إذا نجمع كيف نحل المشكل كيف نحل المشكل ونجلب إشارة صافية من تشوهات وش لازم نزيد ديود واحد ديود عتبة يساوي V-O وV-O تعتبر مقحل الأول ننخص من جهود العتبة مقحل الأول في النوبة الموجبة ونزيد مقحل نزيد ديود الثاني D-2 ننخص من جهود العتبة مقحل الثاني إذن ما هو إذن في هذه الحالة وش لازم ننضيف D-1 وD-2 إذن رحنا نرجع لأسئلة لازم نزيد ديود باه يكون V-0 يساوي V-B-U ويرحوا مع بعض إذن سؤال ما هي وظيفة العنصرين D-1 وD-2 وكيف يتم اختيارهم إذن وش وظيفتهم التخلص من تشوهات هذه تشوهات شكل متسبب فيها المتسبب فيها جهود العتبة المقاحل جهود العتبة V-B-U تعال مقحل T-1 وV-B-U تعال مقحل T-2 سؤال الثنين كيف يتم اختيار هذه الديودات يجب اختيار ثنائة الديود حسب جهود عتبتهم لازم ليش شرط الذي يساوي جهود العتبة مقحلين إذا اعطالك مقحل V-B-U جهود العتبة تعالوا 0.4 لازم تحتشري الديود V-Zero تعال ديود يساوي 0.4 إذا اعطالك V-B-U مثلا جهود العتبة في وثاء قصانع 0.7 لازم تختار ديود جهود العتبة V-Zero تعالوا 0.7 لازم نتساوي بها V-Sort وش يساوي يساوي V-Aunt3 إذا نقول بها نختار المقاحل لازم V-Zero تعال ديود جهود العتبة تعال ديود يساوي جهود العتبة تعال المقحل هذه هي طريقة اختيار الديود إذا وظيفتهم تخلص من التشوهات المتسبب فيها جهود العتبة للمقحل T1 والجهود العتبة للمقحل T2 هذا بنسبة سؤال ثمانية رحوا السؤال رقم 9 قادر رجيكم ثاني اللي هو سؤال 9 وش قال لكم قال لك اكتب عبارة تيار الأعظم الذي يصل للحمولة وش قال لكم قال لكم أعطوا لي عبارة اللي هو هذا التيار هذه الحمولة إذن هذا تيار يسمي E-30 جماعة يقول لك احسب التيار ولا اكتب تيار ديما وش جي في رأسنا قانون اوم إذن الجهد V-30 وش يساوي V-30 يساوي مقامة الحمولة RL في التيار الذي يشتح سوى E-30 إذن في هذه الحالة E-30 يساوي الجهد V-30 اللي هي قيمة متغيرة لحظة متغيرة على مقامة الحمولة اللي هي RL بصلا سؤال جماعة وش قال لك اكتب عبارة تيار الأعظمي وكتهي يكون تيار أعظمي إذن وش هي أكبر قيمة يوصل لها V-30 بسيطة جدا يكون تيار أعظمي عندما V-30 يصل أكبر قيمة لمولد الجهد لما V-30 يساوي يساوي V-C-C هذه أكبر قيمة اللي يوصل بها V-C-C إذن وش نقول يكون تيار أعظمي عندما يكون V-30 يساوي V-C-C اللي يساوي 24 إذن إذن ماكس إحنا أجمع سبحوا لي ماكس وش نقول ماكس يساوي يساوي V-30 اللي يساوي V-C-C على R-L ونبعد هاجمعه أكتبوا لي نتيجة في صندوق التعليق V-C-C وش قيمة 24 V-R-L وش قيمة 8 O هذه أكبر قيمة تيار يقول أحسب لي أكبر قيمة E-S-R-T ونسلم يتيار E-R-L هذا بنسبة سؤال رقم 9 سؤال رقم 10 أكتب عبارة الإستطاعة الممتصة هذه واحدة وبعد أسئلكم سؤال وما تكون هذه الإستطاعة ممتصة أعظمية إذا ما عندكم قانون هذا لازم تحفظوه الإستطاعة الممتصة في المذخم SMP ماذا تساوي تساوي 2 في V-C-C بما أن عندي مقحل N-B-N ضخم Noble M-J-B ومقحل T-2 ضخم Noble ومقحل ومقحل تساوي 2 V-C-C في جهد المخرج المتغير على P 3.14 في المقام RL هذا هو القانون الإستطاعة الممتصة في موذخم SMP يجب تحفظ هذه العبارة وهذه يسموها إستطاعة اللحظية متغير كل ما يعطيك زمن تخرج إستطاعة من العبارة الجي بي اللحظية وتحسب A السؤال الذي يساوي جهد المصدر V-C-C إذا نكتب تكون الإستطاعة الممتصة الأعظمية عندما يكون الإستطاعة الممتصة الأعظمية عندما يكون V-C-C وبعدها أوضف PA إذا إستطاعة الممتصة الأعظمية ما تساوي 2 V-C-C موربع جمع V-C-C V-C-C إذا تساوي 2 V-C-C موربع على P-RL مطلب منكم مجمع حسبوا لي إستطاعة الممتصة الأعظمية وكتبوها في التعليق إذا 2 V-C-C 24 موربع على 3.14 في أرل أعطيتها 8 هذا بنسبة السؤال رقم 11 أكتب عبارة إستطاعة 10 11 إذا إستطاعة المفيدة عندها قانون بسيط جدا لازم تحفظه ثاني إستطاعة المفيدة تساوي V-C-C موربع معنى الجهد المخرج كل موربع على 2 في أرل على 2 في أرل هذا هو القانون وهذه الإستطاعة مفيدة لحظية يعني متغيرة على حساب قيمة V-C-C المدها لك في التركيب ولكن يقول لك أحسب الإستطاعة المفيدة الأعظمية بنفس الطريقة وش نقوله تكون الإستطاعة المفيدة هنا عذرا جمعا تكون الإستطاعة المفيدة الأعظمية عندما يكون V-C-C ماذا يساوي؟ أكبر قيمة ليوصل لها اللي هو مصدر الجهد V-C-C ويساوي 24 فولت إذن PU-MAX وش يساوي؟ يساوي V-C-C وش تساوي؟ تساوي V-C-C مربع على وش على 2 وفي نفس الطريقة عوضوا القيم وكتبوا لي نتائج في الصندوق والتعليقة إذن V-C-C عوضها ب 24 فولت 24 مربع على 2 ورل 8 أم هذا بنسبة لسؤال 11 اللي هو ويرد قاد يأتيكم في البكالوريا 2023 رحوا لآخر سؤال اللي هو المذخم صنبي عنده مردود وش هو سؤال طلب منكم؟ سؤال 12 طلب منكم قال لك أحسب المردود الأعظم أجماعة بحسب المردود على باكم المردود ديما وش يسوي ديما المردود استطاع المفيدة الخالية من الضيئات على استطاعات المدخل اللي هي P-A إذن المردود يسوي P-U على P-A وكما شفتم P-U أعطيتكم قيمة تاحة عبارة تاحة وال P-A أعطيتكم العبارة تاحة عوضوا P-U بالقيمة تاحة وعوضوا P-A وش هتلقيوها؟ بعد ما تختزلوا أنا مش حابين المردود وش يسوي P في V30 على ربعة VCC هذا هو القانون المردود تعويش تعلمو ثم بعدها تحسبوا هنا وش معناتها المردود اللحظي على حسب V30 اللي مدها وكيجيك سؤال يقول لك أحسب المردود الأعظمي بنفس الطريقة متى يكون المردود الأعظمي لما V30 يصل أكبر قيمة وأكبر قيمة اللي يصل لها هي المصدر الجهد VCC اللي يسوي 24 فولت إذا المردود الأعظم وش يسوي جماعة يسوي P V30 كين عوضوها بالVCC تولي P في VCC على ربعة VCC وش هكم تلاحظوا VCC تروح معا VCC وإذا المردود وش يسوي ديما المردود الأعظم في الموضة 50P وش يسوي يسوي P على ربعة وكي تحسبوها جماعة وش تحسبوها تحسبوها 0.785 إذا المردود الأعظمي النسبة يسوي 78.5% هذا هو المردود الأعظمي لمضخم SINF B نتمنى أنني جاوبتكم على كل أسئلة جماعة ماذا بكم تعودوا فيديو مرة اللي مفهمش زيدي عودوا مرة ثانية وبإذن الله منكم ستحسبوه حتى إشكالية في المضخم SINF B وهنا يا جماعة وصلنا لنهاية الحصاء بالتوفيق للجميع ليلة سعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة